وللتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا من نيوجيرزي الدكتورة جيسي كريستيانسن كبيرة علماء ناسا لأرشفة الكواكب دروبتور جيسي يعني بداية اسمحي لنا أن نقدم شرحا مبسطا للمشاهد العادي غير المتخصص لأهمية الحدث الذي حدث أمس والصور التي التقطت وماذا تعني إن تليسكوب جيمس للمرة الأولى بدأ يتعمق أكثر في العمق للكون وأن يبدأ في معرفة مراحل مبكرة جدا من الكون وهذه المرة الأولى التي نستخدم فيها هذا التليسكوب تليسكوب جميعا من هذا التليسكوب ونحن لم نستطيع فعلها مع هذا التليسكوب قبل لذلك سوف نستطيع أن نرى الأشياء جدًّة 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 إنه مرحباً جدًّة للمشاهدين وكل أحد يمكن أن يكون هذا النظر على الأولى يعني الكثيرون يتسألون عن جوهر هذه الصور بالضبط يعني ماذا تعني وكيف يمكن العودة بصور إلى 13 مليار عام من الآن؟ عندما كنا نفكر بشأن تشكيل وتكوين الكون ومقارنة بما رأيناه اليوم لم يكن لدينا أنذاك معلومات كبيرة بشأن هذا التكوين للتواكب واللكون كان لدينا اقتراحات وتطلعات ولكن قمنا بجمع المعلومات عن النجوم والمجرات ولأن تعرفنا على الأشكال المختلفة للمجرات ولكن كان هناك الكثير من المعلومات مفتقدة باستخدام هذا التلسكوب سنحصل على مزيد من المعلومات بشأن العمليات المادية التي تتفاعل مع بعضها وكيف يمكن أن تتكون مثل هذه النجوم والمجرات وبالتالي هذه فرصة جديدة لأن نبدأ التعرف على معلومات أكثر بكثير باستخدام هذا النوع من الأشعة نعم إلى أي مدى غيرت هذه الصور الحديثة أشياء كانت ربما مختلفة من قبل هل جاءت بجديد أم اتفقت مع ما تم بحثه وتصوره من قبل هذه الصور الخمسة الأولى كلها درست بشكل واسع نطاقة للكوكب وأيضا تسعين ستة باء هذا هو التصنيف الذي وضعه الذي تتصورنا بأن الأجواء الخاصة بالغلاف الجوي تحديدا لهذه المجرات وبالتالي سيتم تعمق أكثر في أطياف هذا الغلاف لهذا الكوكب ولهذا الكون تحديدا ونرى أيضا هناك شيء يشبه السحب هذه المعلومات الجديدة لهذه السحب فبالفعل هذا اكتشاف جديد لأن ذلك لم يكن مستخدما قبل وبالتالي الشيء الآخر لهذه الصور هو أننا نرى أيضا تكوين جديد للنجوم بتتابع مختلف أحد النجوم قد خرج عن مساره منذ فترة ويتسبب في الإضاءة اللامعة كهذه نرى أيضا نجمين في المنتصف كان من الصعب أن يتم تعرف على هذين النجمين ولكن الآن باستخدام هذه التكنولوجيا وجدنا مزيد من المعلومات ومزيد من التفاصيل عن هذه النجوم وهذه المجرات وكان هناك أيضا صحب من الأتربة وأيضا ظهر نجوم أخرى جديدة كلما تعمقنا في التفاصيل كلما رأينا أيضا توزيع الغازات بين هذه النجوم بتفصيل أكثر لم نرى ذلك من قبل السورة الرائعة وهناك الكثير من العلوم في هذه السور والتي سوف تستقطب الكثير من العلماء للبحث عن مزيد من هذه التفاصيل باستخدام هذه التكنولوجيا السورة الرابعة وهي مجموعة من المجرات تتداخل مع بعضها البعض مجرات ضخمة وتبدو كأنها تدفع بعضها البعض ورأينا بشكل واضح هذه المجرات الأربعة تعلمنا كثير عن تشكيل هذه المجرات وهذا الشكل الغامض لهذه المواد التي لم نستطع أن نراها من قبل شكرا جزيلا لك دكتور جيسي كريستيانس كنت معنا عبر سكايب كبيرة علماء ناسا لأرشفة الكواكب كنت معنا من نيوجيرزي بالولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة